اشتركوا في القناة اعتقدنا من لا حيلة له حتى يتعجبه منه واصحابه الحيال رغم ان هذا قوله مقصور الا انه يتناسب مع قيادتنا واعتقدنا في رب العزة انه هو قادر على كل شيء اوعتي اسمها ما كانت امكانياتك ضعيفة اوعتي اسمها ما كانت الظروف بتحوطك بكل اسوأ وكل صعوبة مهما كنت بتواجه الصعوبات ممكن بكرة في لمحتين بامر الله سبحانه وتعالى تكون من المشاهير بل تكون سوبر ستار من المشاهير احنا النهاردة هنبدأ في فرقرتنا الاولى كلامنا عن مكواجي في منطقة شعبية اسمه شعبان هو مسؤول شعبان لكن هو ده اسم الشهرة ليه المكواجي ده ما يحملش كتير من الامكانيات العظيمة لكن تحول بفضل الله الى انه يكون سوبر ستار وحديث الناس سواء كان حي او سواء كان ميت ده حبيب مصر الله يرحمه عم شعبان عبد الرحيم او شعبولة زبا الناس بتحب تقول عليه شعبان عبد الرحيم كان عايش في مجتمع فقير بتحوطوا بظروف صعبة جدا وظروف تقرأ اي انسان لكن لانه بس قال يا رب وابتتهد رغم امكاناته الضعيفة بقى نجل كل ما تحاول تقس كل ما تفكر في اليأس افتكر شعبولة وملقناش ان اجدع حد واحسن حد واطيب حد يتكلم عن الفنان العظيم الكبير فنان شعبان عبد الرحيم غير الله يرحمه طبعا غير رفيق عمره الفنان والشاعر اسلام خليل بنرحب بيك يا استاذ اسلام وبنقول لك شرفتنا في البرنامج النهاردة ربنا خليك يا دكتور ايمان وانا سعيد ان انا معاك وبجد يعني وشخصية محترمة واعلامي كمان برضو محترم وليه الشرف طبعا ربنا يخليك احنا اولا عايزين نتكلم على اول لحظة شفت فيها الفنان شعبان عبد الرحيم هو انت طبعا فجأتني بصراحة في ان ده الحوار اللي احنا نتكلم فيه لان انا بقدر الامكان بحاول يعني بحاول جاهدا ان انا اتناسى مش انسى هل دينسى الزكريات الجميلة اتناسى من اقول اتناسى مش انسى عمرا ما تتنسى عشان انا يعني فيه اتنين بتعب نفسين جدا اما ايه اما 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 تيجي سريته حتى في كلام والدتي الله رحمه متوفية قبل عم شعبان بسنتين كده وعم شعبان طبعا يعني دايما انا اقول ايه ما فيه احزام انت قلت ما فيش حد غالي على ربنا سبحانه وتعالى بس فيه ناس انت بيبقى مهيق ليك سبحان الله وانت عايش كده ان الناس دي هتفضل معاك على طول مش حاطط انت في دماغك احنا النهاردة مش عايزين يبقى حديث الحزن وحديث الزكريات الحزينة احنا عايزين نبدي امل للشباب اول مرة شفت فيها شعبان عبد الرحيم كاتل ازاي لا هو انت حتة التفاقل دي اللي انت قلت عليها وانا فيه غنوة سبحان الله لو اعرف كده كنت جبتها بتقول يا بيعين اليأس كفاية بقى احباط يعني غنوة جميلة جدا فعم شعبان قابلته في فرح عندنا في الاناطر الخيرية انا من منشاط الاناطر والاناطر الاتنين يعتبروا واحد فقابلته في فرح شعبي كان فيه فنانين كتير جدا وكت المرة الوحيدة اللي انا شفت فيها الله رحمه رمضان البرنس وكت حكتبله ساعتها برضه فعم شعبان انا بعزف مزيكا يعني بعزف أورج فعشان كده تووجودي في الافراح كان كتير قال لي ان انا شغال في الافراح لا في ساعة بخلاف حتة التدريس اللي انت عارفها فهو ايه حد قاله ان انا بكتب شعر كمان يعني خلاف ان انا عايزف أورج فقال لي ايه عايزك تكتب لي أجنية اسمها سادي أخيشة كداب بقى لا ما هو كان عامل كداب ياخيشة مكسرة الدنيا وبتاعه كده فهو عم شعبان اما انا بقى بعد كده عرفته طبعا بيحب انك خالف تعرف